السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه و اهلا و سلام بكم في فيديو جديد من فيديوهاتي اللي لسه بيشوفني الاول مرة و ما تنسوش تعاملوا اشتراك للقناة و اتفعالوا الجرس علشان كل منازل جديد يوصلكم اشعار بالفيديو والتعرفوا اتبعوني بسهولة اللي لسه بيشوفني الاول مرة انا محتوى قناتي بقدم فيها ريفيوهات عن اجهزة كهربائية و عن تكيفات و عن حاجات تخص جهاز العروسة بشرح حاجات كتير قوي مميزات كل جهاز و عيوبه و اماكن الشراء و احيانا العروض في القناة هتستفيدوا من حاجات كتير جدا و بقولكم عن تجربة ان انا بشتري و بجهز حاجات فهقولكم عن تجرب اللي انا جربتها في الاجهزة ايه الحاجات اللي طلعت معي كويسة وايه الحاجات اللي لا مش كويسة مجربوهاش ففي القناة هتستفيدوا كتير جدا جدا مش هتخسروا حاجة لو عملتوا اشتراك للقناة و فعلتوا الجرس اه و اكتبوا لي في الكومنت لو في اي اه اي سؤال عندكم اكتبوا لي و انا بجاوب على كل الاسئلة ولو في ريفيو عن حاجة معينة عايزيني اعملها لكم اكتبوا لي و انا هجاوبكم عليها النهار دا ان شاء الله زي ما انتم شايفين هعملكم ريفيو عن كابب براون اه مني بمير سيفن اه هقول لكم كل حاجة عنها تفاصيل استخدامها ايه وتنظيفها ازاي و مكوناتها ايه اه تابعوا الفيديو للاخر اه ولو في اي سؤال اكتبوه لي تحت في الكومنت برد على كل الاسئلة اه يخص الكابب قلوهولي في الكومنت دا كده شكل الكابب من جوه اه دي اول قطعة دي بتاعت العجم قطعة بلاستيك تمام اه هي اسمها ماني بمير يعني سبع قطعة و دي اللي هي السكينة طبعا هي مغلفة ببلاستيك اللي انا حد جدا اه هي اسمها ماني بمير سيفن يعني هي بتعمل سبع وظائف تمام دي بنفرم فيها اللحمة والبصل آه بنعمل فيها مثلا ممكن نجرش فيها بقسمات ممكن مكسرات آه دي اللي هي بتاعت الهند بلندر آه بنستخدمها وليها غطة كمان الحلو فيها أنها لها غطة وفيها كمان معايير هوريها لكم طبعا آه ده الهند بلندر اللي احنا الهارسة اللي احنا بنعمل بيها البطاطس نعمل بيها العدس نعمل بيها آه الحاجات اللي احنا عايزين نهرسها يعني ده المطور فيه ثلاث سرعات بيشتغل حد 750 واط فيه سرعة اولى وصرعة تانية وصرعة تالتة بعد كده ده اللي هو مضرب الخفق بتاع البيض وبتاع الكريم دي بقى اللي هي القطعة اللي هي بنحط فيها المطور وين يبتدي ان احنا نشغل ده شكلها من جوة وهنا فيه متقسمة الحلو فيها ان هي متقسمة بالجرامات هنا علشان تعرف تحطي المقادير بتاعتك لان فيه حاجات بتتطلب ان انت تحطي حاجات كميات معينة علشان ما تبوازيهاش زي مثلا هي بتعمل عجينة بيزا وبتعمل البانكيك ممكن تعملي فيها ببيزا وممكن تعملي فيها بانكيك بس مش هتعملي فيها بتزايا كبيرة طبعا بتزايا حجمها صغير يعني تقدر تستخدمين فيها ربع كيلو دقيق متين وخمسين جرام من الدقيق بالزبط بالقالة اللي هي اللي انا مرتها لكم في الاول اللي هي البلاستيكية ديت ولما تيجيوا تعملوا العجن تعجنوا بيها دقيقة وتسيبوها ترتاح عشر دقيق لان دي اصلا مش مخصصة للعجن دي حاجة زيادة عمل لها لكم ده الجزء دوت اللي هو بتاع الخفق وبتاع بتركبه في المطور تمام المطور ده بتركب فيه اللي هي الاجزاء الخفق دوا بنركبه في المطور وده اللي هو الزرار بتاع السرعات وده اللي هي السكينة اللي احنا بنفرم بيها اللحمة او البصل او التوم او المكسطرات وده الهند بلندر وده اللي هو بنستخدم فيه الهند بلندر ممكن نعمل فيه عصائر مختلفة وبعد ما نخلص نقوم مغطينها بالغطة ده ونشيلها الغطة دوت بلاستيكي بعد لما نعمل فيها مثلا عصير ممكن انت تستخدميها كبرتمان وتشريها تحتفظ بيه في التلاجة مثلا يسقع او كده دي اللي هي بتاعت السلطة ممكن تعملي بيها سلطة او بطاطس صوابع او سلطة ممكن تعمليها سلايز بتلات مقاسية مختلفة مقاس سلايز كبير ووسط وصغير وده ممكن ان انت تعملي بيها بطاطس اللي هي الصوابع والتالتة ان انت ممكن تستخدميها في ان انت تعملي شرايح من الخيار من السلطة من الحاجات دي كلها البطاطس الشيبسي برضو التلاتة دولة بتركبيهم في الالة ديت اللي هي المدورة البلاستيكية ديت بتركبي فيها قطعة قطعة في اللي انا وردها لكم بتوعي السلطة دولة بتدخليها بسهولة وبتركب اللي هما دول بيركبوا فيهم وبتتذي ان انت تستخدميها عادي جدا ممكن تعملي فيها بطاطس السوابع او ممكن تعملي فيها زي ما قلت لك سلطة شرايح باشكال مختلفة فحلوة جدا جدا واستخدامها سهل جدا 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 دي بتعمل سلايس كبير وسلايس وسط وسلايس صغير بتحطي طبعا في الجزء اللي انتي عايزة تطلعي بالشكل اللي انتي عايزة بتستخدمي دي تعملي منها شرايح مثلا ممكن تعملي منها شبسي ممكن تعملي منها شرايح الخيار او اي خضار عايزة تقطعي شرايح ودي سكينة دي اللي انتي بتفرمي دي سكينة بتبتدي انتي تفرمي لما تعود تفرمي فيها لحمة لازم تقطعي لحمة قطع صغيرة دي من الطريقة الصحة ان انت تستخدميها علشان ما بوازيش الكبه بتاعتك تقطعي لحمة قطع صغيرة ولو هتعملي مكسرات تشيلي منها القشر ما ينفعش خالص ان انتي تجرش فيها تلج غلط جدا جدا هتبوازيها انا بشوف ناس بتعمل فيها الكلام ده لا طبعا ما تعمليش فيها الكلام ده وهو كاتبلك من ضمن التحذيرات ما تعمليش دي كده القطعة دي وهي بتركب اللي هي ان انتي تعملي فيها الشبسي او الخضار الشرايح من ضمن التحذيرات ان انتي ما تجرش فيها اي حاجة صلبة اي حاجة صلبة لأ صلبة زي ايه زي التلج زي التلج زي المكسرات اللي بقشرها لأ يعني ما تيجي تعملي مكسرات ما تحطيش مكسرات بقشرها يعني هتقشر المكسرات كويس جدا لما تيجي تعملي اللحمة لازم تقطعيها مكعبات آآ صغيرة وانتي بتعمليها وتشيلي منها الشغط اللي هو آآ الغضريف والعظم تتأكدي كويس جدا ان ما فيهاش اي حاجة آآ صلبة آآ وان انتي مقطعها قطع صغيرة عشان تعرفي تستخدمها آآ القطعة دي كده هي بتركب بسهولة آآ جدا جدا لما تيجي آآ تنظفيها اوقات واحنا بنستخدم الكابة بيكون فيه خضار فيه الوان زي الجزر فالقطع اللي هي البلاستيكية ديت ممكن ان هي تلقط اللوم معاكي وتصفر آآ فالافضل ان انتي بعد طريقة التنظيف الصحيحة ان انتي لو عندك كابة زي كده مش شرط النوع ده بس اي كابة عندك آآ علشان تنظفيها بعض الخضار آآ بزيت آآ تحطي في قطنة زيت وتمسحي بيها القطع البلاستيكية دي لو خلاط او كابة او كده علشان ما يلزقش فيها اي الوان آآ فدي وبعد كده تصطفيها عادي لشطف بتاعك طبعا الاجزاء بتاعتها كلها ممكن ان انتي تستخدميها في غسالة الاطباق لما بتيجي تستخدمي المطور بتشيل القطع لانا شلتها دلوقتي الحمرة قطع كلها ينفع ان انتي تستخدميها في غسالة الاطباق مع دا المطور تمام كل القطع بتاعتها بتدخل في غسالة الاطباق عادي بس انا بالنسبة لي آآ شايفة ان هي آآ يفضل ان انتي بتستخدميها آآ عادي تخسليها انتي بنفسك آآ يعني مش مستهل ان احنا نحطها في غسالة الاطباق ساعتين آآ بس هي عادي ينفع انت تخسليها هي القطع دا تمسحيها بقطنة وفيها زيت علشان ما تلقطش معايك الوان وتصفر مع الوقت آآ فلو انتي غسلتيها اول باول يبقى افضل مش محتاج ان انتي تحطيها في غسالة الاطباق وتستاني عليها ساعتين او حاجة هي طريقة تنظيفة سهلة جدا برضو الجزء اللي هو بنعمل فيه العصير دوت آآ متقسم برضو الجرامات آآ بالليتر وكده والهراسة ديت من ضمن التحذيرات برضو ان انتي لما تيجي تهرسي بيها انتي الهراسة دي هتعملي بيها بطاطس ممكن تعملي بيها الكيلو بطاطس او ممكن تعملي بيها آآ العتس والحاجات دي كلها آآ الشرب اللي انتي عايزة شربة خضورة عايزة تهرسيها او اي حاجة آآ هتعملي بالهاند بلندر دوت بس آآ آآ خطر جدا ان انتي تعملي والحاجة على النار ليه بقى يعني انتي لو حتى مسلا حالة عتس على النار وبتستخدمي الجهاز دوت آآ الحاجة بتكون سخنة جدا فطبعا مع قوة آآ الاندفاع الجهاز دوت بيخلي في حاجات اوقات بتترتش فعشان ما تترتش عليك تكون حاجة مغلية او حاجة ترتش عليك تلسعك فيفضل ان انتي تهرسي الحاجة بتاعت تكتنزلي الحاجة من على النار تستني تبرد شوية وبعد كده آآ تعملي بيها هي ينفع تعملي بيها وهي على النار عادي ان هي كده كده استعلس آآ بس آآ للامان وعلشان ما فيش حاجة ترتش عليك او لو انتي عاملة في حاجة غوية خلاص بس عشان قوة اندفاعها دي طبعا المضرب الخفقة ده بتستخدميه في الكريم شنطيه وبتستخدميه في خفق البين آآ حلو جدا ومهم جدا لما تيجي تستخدمي اي جهاز خلاط كبة اي حاجة لازم ان انتي لما تيجي تستخدميه تشغلي وتفصلي شوية تشغلي شوية تفصلي شوية لان لما بتدوسي على الضرار على طول على طول على طول الحاجة هتتحرق منك لان فيش اي جهاز يستحمل في الاجهزة دي ان انتي تفضلي مشغلها على طول على طول آآ وطبعا لو هتستخدميها في العجن هم عامللك العجن ده حاجة اضافية زي ما قلتلك لو هتستخدميها في العجن هو ربع كيلو مفيش غيره لو هتعملي حاجة ربع كيلو بانكيك او هتعملي آآ مثلا بتزايا صغيرة خالص آآ بحجم ربع كيلو دقيق بس هتستخدميها دقيقة وتسبيها تبرد المطور عشر دقيق برضو الزرار بتاعها لما بينور اخضر ده بتكون اشتغلت ولما الزرار بيجي تحول للون الاحمر ده معناه ان الجهاز انتي اشتغلت بيه كتير جدا جدا فمحتاج ان انتي تسبيه يريح شوية علشان ما يتحرقش منك فهو فيها انذار كده بيعمل لون احمر آآ لما بتحول الزرار للون الاحمر فانتي آآ لازم ان انتي توقفي فورا وتسبيها ترتاح اتمنى يكون الريفيو بتاعي افادكم آآ تكون آآ عجبتكم آآ لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ولو فيه اي سؤال اكتبوا لي في الكومن آآ واتمنى اشوفكم على خير اشوفكم في فيديو جديد مع الف سلامة